موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذكاء القانوني اللغوي انظر عرفنا معنى الذكاء ثم عرفنا معنى الذكاء القانوني ها نحن ذا نصل إلى بيت القصير إلى اللب إلى الذكاء القانوني اللغوي الذكاء القانوني اللغوي انظر هو ملاحظة الظواهر أيضا أين اللغة ها هنا يا دكتور اصبر تلاحظ الظواهر القانونية تصفها بدأنا ها هنا في استخدام اللغة القانونية إذن الذكاء القانوني اللغوي هو حسن وصف الظواهر القانونية طيب اللغة في الوصف فقط لا هي أيضا في التحليل تحلل الشيء أنت تحلل لغة النص القانوني تحلل معطيات الواقع القانونية أيا كانت فالتحليل هاهنا وإن اعتمد على أساس منطقي إلا أنه يقوم على شكلية لغوية أحلل أفصل هذه موضوعات القانون هذه إجراءات القانون هذه أركان الجريمة هذا هو الركن المادي أو الركن الشخصي ثم هذا هو الركن الشرعي وبتحليل هذه العناصر الركن الموضوعي أو المادي للجريمة أي أن كانت الجريمة ثم الركن الشرعي أي النص القانوني المتعلق بتجريم أو تأسيم تلك الواقعة ثم الركن الشخصي أو المعنوي هذا تستخدم فيه اللغة في إطار منطقي دقيق ثم بعد ذلك عندما تصل إلى نتائج قانونية هذه النتائج لا بد أن تحسن صوغها وتحسن نظمها وتحسن بناءها في تقريرك في كتاباتك في مكتوبك القانوني هذا إن كان تعاملك تعاملا مكتوبا تحريريا كتابيا وعلى النحو الآخر إن كان تعاملك مع تلك النتائج والمعطيات التي تحصلتها من الملاحظة والوصف والتفسير والتحليل إن كان تعاملك مع هذه المنتوجات أو النتائج تعاملا شفاهيا لفظيا فأيضا اللغة تتجلى هنا في حسن ألفاظها وفي جمال صوغها وسبكها وفي طريقة آدائها بنطق فصيح وأداء صحيح انظر القدرة على النطق الفصيح وعلى الأداء الصحيح للغة القانونية متصرفا في دفاع في قيل في مقال في موقف ما هذا هو الذكاء القانوني اللغوي ولكن الشفاهي كما ذكرنا الذكاء القانوني اللغوي الكتابي يكمن في حسن تنضيضك وصوغك ونظمك وبنائك بلغة وضيحة صحيحة جلية دقيقة الدقة والوضوح هذا يعني الذكاء القانوني اللغوي الكتابي كما أن النطق الصحيح والأداء الفصيح هو ما يعبر عن الذكاء القانوني اللغوي الكتابي اشتركوا في القناة